اشتركوا في القناة 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 القشر بيعطينا لون كتير حلو كمان على المرأة بطريقة كمان جميلة تطلعوا كيف نعملوا منحطه هاك ومنحط كمان كبش القرنفل من فوته بقلب البصلي ما ضروري نحط عشرين وحدة حطلنا كم وحدة وهاك كمان بيعطونا طعم طيب لكا منحط كبش القرنفل بقلب البصلي بهالطريقة هاك ويلا يا شافشادي على المي ومنحط هاون كمان من الملح لكا صار عندنا هلا المي يمطعم بطريقة كمان كتير حلوة هلا كتير من الاشخاص بتقولولي من ريح نحنا حالنا يا شافشادي ومنستعمل المكعبات موجودة بالاسويق طيب شو بدي يقلكم اوكي في ها الطريقة كمان اللي انا افضلها انتو فيكن تعاملوا اللي بدكن يا اوكي طلعوا هون شو صار رح عاملوا هدا رح حط انا الجيج انا في شغلي بدي يقوله الجيج او اللحمة بس بدنا نسلقه عملوا معروف تكونوا المي عم تغلي صارنا حكين كزا مرة في هدا الموضوع مي عم تغلي من نزل كمان الجيج تبعنا بها الطريقة هاي كله نسوا طلعوا كيف ومنستعد هلا بعد شوية تنعمل الصالصة كرمال السلطة ياللي بدنا نقدمها على الساعة 11 و 40 دقيقة اللي هي هالكابريزي سلط بس معمولي مع كمان التوست المحمص او الكروتون لكن طلعوا كيف ان الجيج هلا حطيناه بقلب المي وهون منسكد عليه يسر خلصنا بننتقل لمرحلة تانية وهي الصالصة صالصة اليوم بدنا نعملها بخل البلساميك البلساميك بنعرفه خل ايطالي من منطقة مودنة اوكي بايطاليا مشان هكي بتلاقوا مكتوب عليه اتشتو بلساميكو دي مودنة في منه كمان كتير انواع بتنعمل صارت حتى بلبنان في خل البلساميك صار موجود فانتو اختاروا كمان النوع اللي بدكن ياه اللي رح نعملوها الصوص سريعة جدا وبعد هين نرجع مننتقل لعند غيلة بنبلش بلساميكو ومجرع منحط عليهم كيف